أدانت مصر الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة تابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقامية الانتقالية في الصومال وقد أعربت الخارجي عن صادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية بورانزي الشقيقة ولأسر الضحايا مؤكدة على تضامنها الكامل مع بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال في مواجهة جميع أشكال العنف والإرهاب وأعربت عن مساندتها التامة لجهود البعثة من أجل تحقيق الاستقرار في الصومال